موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اسمي مصطفى هاشم وعثمان السيد انا كون سلطن بتاعي امراض معدية واحياء طبية دقيقة واستشاري زي ما يقوله شاقال في بريطانيا الجزء مسجل لأهلنا في السودان لان نشايف الان وصلهم اللقاح بتاع الكوبيد وبنسمع كده من بعيد لبعيد الناس دايما عندها اسئلة عن اللقاح وعن الاثار الجانبية بتاعته وعن ياخده ولا ما ياخده طوال يعني ما يمور يومين او ثلاثين لو يرسل لك زول من الاهل او صديق او زميل بيسأل بالنيابة عن زوله لأهله او كده عن اللقاح وبنسمع قصص كثيرة في الاعلام بيسألون هل ناخد اللقاح ولا ما ناخد اللقاح اه طيب باختصار شديد اه الليلة قبل بكرة والان قبل بكرة والان قبل اي وقت تاني اي زول عنده فرصة للقاح يعني تمت دعوته للقاحة ولقى طريقة ياخد اللقاح في اي مكان في العالم ما يتردد اللقاحات دي كلها مرت بتجارب اه محكمة جدا جدا واختبارة وفي كمية من الخبراء العالم في الوقت الحصل فيه اللقداون الكبير داك الاول او حالة الاغلاق الشام الذي كل العلماء بتاعين العالم في كل المجالات بطلوا اي ريسيرش واي بحث هما بيعملوا فيه وركجوا بكلياتهم في موضوع اه انهم يطلعوا لنا اللقاح اامن وفعال باسرع فرصة ممكن لانه كانوا عارفين انه المخرج من حالة الجائحة دي اما انه ناس عدد كبير مهون من الناس يموتوا الى الان ماتوا ناس كتار ربنا يرحمهم او يتقبلهم لكن لسه ممكن الاعداد تكون اكبر من كده بكتير اه او انه نعمل لقاح دي المخارج بتاعتنا ما كان عندنا ويكتشفوا علاج يعني اول ملزول يصاب المرض يدوه العلاج وكده نحن كنا عارفين انه الطريقة الاقرب غالبا اللقاح لانه نسبة لانه اللقاحات ربما اسهل في تجربته وفي تصميمه من العلاجات فالناس كانت شغالة فيه شغل شديد يعني لحد ما وصلت للقاح فالناس ما تتردد يعني في اسئلة كتيرة شديد في اسهان الناس وانتوا حتشوفوا في الفيديوهات من زملائنا كلهم عن طريق الان عن طريق الهيال نقابل لطبها السوداني في بريطانيا بيحاولوا اي دكتور واي زميل يجاب لكم على اسواق من اسئلتكم انا دا الاسئلة دا رجاب على شايفا في اليومين الفاتدي في اخبار طلعت عن انه ستة وسبعة دول اوروبية تقريبا وقفت وعلقت استخدام اللقاح بتاع اوكسفورد واستهزينيكا وبيسألوا الناس يعني هو الليلة دا معناه شنو بيقول لك نسبة لانها مرتبطة بالاصابة في الجلطات او بتحقق في اصابة في الجلطات يعني مرات بيحصل حاجة في بعض اي اسلنى اي دا وبيجي بيجي بيجي معاو حيو يسموها الكرتة الاصفر مفروضة كل الكوادر الطبية يعلقوا في الكرتة الاصفر دا يكتبوا لينا لو لو في اي حاجة حصلت للعيان تفاعل بشكل معين اشتبه الطبيبة والممرضة والكادر الصحي ان التفاعل دا ليه علاقة بالدواء والعقار المعني فبيكتبوا برسلوا في هيئة بتاع تنظيم العقار والدواء بتكون في اي بلد برسلوا ليها وبيقوموا الهيئة دي بتحقق بعد ذاك بتشوف بتراجع هالحي بسموها الباتش نمبر واللي هي رقم الدفعة والشحنة المعينة من العقار بتكون الصنعت كلها في يوم واحد وترحلت مع بعضه كده فهل يشوفوا حصل مشكلة في ترحيلة حفظها تخزينة تصنيعها ربما المهم بيعملوا التحقيق دا بيراجعوا للحادي وفي يوقات كثيرة بيلقوا انه ما في مشكلة وكده نفس الاسباب الخلت اللي هي تقريبا في النرويج عندهم حصل فيه اتنين حصل لهم جلطات بعد اخدوا اللقاح بفترة ودي دي حاجات يعني ما بقول ما يعني بتحصل انه ما هون ناس في النهاية حتحصل لهم فيه ناس حتحصل لهم جلطات وزبحات الحدي ما ليه علاقة فممكن تكون نوع من المصادف فهم عشان ينفوا الحادي دي شوفوا هل دي علاقة سببية ولا علاقة مصادفة ساي بيوقفوا بحققوا دا شي عادي وطبيعي وحياخد زمن ونحن على ثقة لانه اللقاح الان بريطانيا لانها من الدول المتقدمة بدت في استخدام اللقاح دا مقارنة بالدول التاني من شهر واحد نحن قاعدين نطاعم الناس باللقاح بتاع اوكسفورد اكسترزينيكا وعطيت ملايين ملايين الجرعات ملايين الجرعات من اللقاح دا هناك بريطانيا وبقابنة بشكل فعال جدا وما فيها اي مشاكل وانا شخصيا الوالد والوالدة وصيتوا منهم ياخدوا اللقاح واخدوه الحمد لله اخدوا جرعات الاولى في انتظار الجرع التانية وانا نفسي وصبت بالكوفيد وبعد ما وصبت اخدت اللقاح الحمد لله كويس دي البطاقة بتاعت اللقاح بتاعتي ممكن تشوفوها عشان الناس تتأكد انه يعني دي الحاجة الصحة تدعمه وما تست الناس ما تسمع الاشاعات اللي بتدقال في السوشيال ميديا في الفيسبوك وعن طريقة الواتساب زول اخد اللقاح حصل له وشنو يعني شوف في زول ما عمل اي حاجة وحصل له حاجة في زول ما عمل اي حاجة ولا قدر الله حجيهم ناس حجيهم جلطات ناس حجيهم حمان الله وإياكم السامين دي الحياة في ناس وفرق شغالة بشكل يعني كبير جدا عشان تحقق في المواضيع دي فما تنزعجوا من الحاجات دي ثق وتأكد تماما لما تكون في حاجة مشكلة كبيرة بتظهر بدل وبيعرفها وبعدين لو كانت في مشكلة اصلا في اللقاحات دي بريطانيا من الدول البدري جدا بدت موضوع اللقاح احنا اول تقريبا بريطانيا اول دولة اعمل عملت تصديق للقاحات دي عشان يستخدمها وبدت في استخدامها فعليا في ديسمبر فالان حتى الان ما في اي مشاكل الى الان نحن بنشوف يعني التلقون مستقريبا طعمنا فوق الثلاثين مليون قرابة حوالي الثلاثين مليون شخص بالجرعة الاولى في ناس اخدوا الجرعات الثانية اول ردي كميات كبيرة اعداد برضو اعتقد فوق المليون الان والحمد لله ما في مشاكل اه في زول حيقول لك والله يا اخي اللقاح ده الناس بتاخد اللقاحه بتجمل كورونا يتذكروا انه اللقاح ما بيمنع الاصابة 100% بيقليل الشديد لكن ما بيمنع 100% يعني ممكن جدا الناس تجمل الكورونا تاني لكن اللقاح من حياته الاساسية اللي بيعمله انه بيخفف المضاعفات المؤدية الى المرض وبيمنع المضاعفات الشديدة زي الوفاة والتنويمة والادخال للعناة المكثفة وكذا اتمنى انه اكون جابت لكم على الاسئلة بتاعتكم ويا جماعة اطعموا اي زول لو في السودان لو بر السودان لو في اي مكان هل نجاة تكون فرصة طوالة توكل الله ما تترددوا الطعام ان شاء الله وربنا يحفظكم ويحفظ من تحبون اجمعين ونشوفكم ان شاء الله على خير دائما شكرا